في مشهد يتكرر كل سنة مع سقوط الأمطار على عاصمة السورة وتتكرر معه نفس الهواجس تغمر مياه الأمطار بعض المدارس الابتدائية والعينة هاته مرة من مدرسة مالكيلي بحي الدبدابة أين تهدد أسقف الأقسام حياة التلاميذ وكذا المعلمين كما حرم التلاميذ من اللائب بالساحة التي تحولت لبرك من المياه وحتى المراحيد لا يتنقلون إليها إلا بمرافقة المعلمات يوم حرم الأطفال من الخروج إلى الساحة وقسم مهدد بالخطر قسم يعني الانهيار وإذا نهار القسم الذي فوقنا ننهاره يعني شيء لا يصدق في هذه المدرسة هيك عن المراحيد التي أكل عليها الدهر وشرب مراحيد يدخلها الصغار بدون أبواب وضعية زادت من مخاوف أولياء التلاميذ ما جعل إدارة المدرسة تخصص لهم المطعم من أجل مواصلة الدراسة في انتظار تدخل سلطات البلدية والتي وعد رئيسها بالتدخل العاجل لإصلاح ما يمكن إصلاحه وفي انتظار تدخل سلطات البلدية لترميم هذه الأقسام تبقى أبوابها موسدة وممنوعة على التلاميذ لتفادي ما لا يحمد عقباه